نادي الاهلي مستني عرض رسمي لشراء محمد عبد المنى نادي الاهلي مستني عرض رسمي لشراء محمد عبد المنى او لبيع محمد عبد المنى الحكاية ايه هلخصها لك كلها كلها محمد عبد المنعم تكتب حاجة عن انستجرام فيها يعني تحيال الجماهير وان انتو عملتوا والكرام العظيم ده فتفاهمت الرسالة انه خلاص محمد عبد المنعم ساب الاهلي حتى هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها مفيش أي عرض رسمي وصل للنادي الأهلي لشراء محمد عبد الماني ولا عرض ولا عرض طيب ترانسفير ماركت الموقع الشهير ده اللي كل الناس بتخش عليه كتب انه في مفاوضات من موناكو وجلطة سرايا من موناكو وجلطة سرايا التركي موناكو الفرنسي وجلطة سرايا التركي تواصلنا مع الناس في جلطة سرايا وتواصلنا مع الناس في موناكو لاتنين قالوا حتى هذه اللحظة مفيش مفاوضات من الناديين لشراء محمد عبد الماني مفيش ولا نقول الانباق اللي بتقول كده دي انباق غير صحيح طيب هل محمد عبد الماني ماشي ولا لأ بنسبة تسعين في المية هيمشي بنسبة تسعين في المية محمد عبد الماني مهيمشي بس الاهلي طالب عرض محترم عرض محترم ده اللي هو ايه نادي محترم مقابل مدي محترم ويوافق على محمد عبد الماني هو كان الاهلي مواعد محمد عبد الماني بس بشرط يكون فيه عرض محترم فالحال الوقتي العرض مجاش لحد هزي اللحظة العرض مجاش هل طب محمد عبد الماني مكتبت كلمتين له كلمتين دول ليه؟ ممكن يكون وكيل لعبين قال له خلاص الموضوع هيخلص مع النادي الفلاني او النادي العلاني ممكن يكون وكيل لعبين قال له انا خلصت مع النادي الفلاني او العلاني بس الاهلي حتى هزي اللحظة مفيش عرض رسمي عشان يقول اه او لا لمحمد عبد الماني حتى هزي اللحظة محمد عبد الماني مكمل مع النادي الاهلي طيب بس فيه سؤال صعب هيبقى محتاجي يجاوب عليه النادي الاهلي ومحتاجي يجاوب عليه محمد عبد المنعم لو وافق النادي الاهلي على عرض اوروبي خلال ايام القادمة خلال الشهر ده لبيع محمد عبد المنعم اي نادي اوروبي اي نادي اوروبي هيشتري محمد عبد المنعم مش هيسيم محمد عبد المنعم للاهلي لحد 15 اغسطس نهاية الدور ده لو خلص 15 اغسطس مش هيسيمه وبالتالي كده الاهلي قدام مشكلة اكيد الاهلي ده رئيسها كويس محمد عبد المنعيم ممكن ما يكونش موجود في النادي الاهلي يوم 36 اخر الشهر ده يعني مش اكمل مع النادي الاهلي الموسم على فكرة الحكاية دي مش على محمد عبد المنعيم بس اي لعب في مصر او محترف موجود في مصر جاله عرض من نادي اوروبي غالبا هيبقى اخره معانا 36 ده طبعا عشان الحكاية الشهيرة ان احنا منخلص الموسم متأخر قوي لان ده تكون خلصت الموسم بتاعها ودخلوا في استعدادات الموسم الجديد فعايزين اللعيبة دي تبقى معاهم في استعدادات الموسم الجديد واحنا لسه منخلص الموسم القديم التفاصيل انت عارفينها كلها طيب هالاهلي يتحمل غياب محمد عبد المنعيم ده اجابته عند مارس الكولر والجهاز الفني للنادي الاهلي واكيد ادارة الكرة في النادي الاهلي طيب